فورا إعلان مجموعة من المجالس الثورية في حلب عن تشكيلها مجلس ثوار حلب والذي يضم 14 تجمعا ثوريا والعديد من الناشطين المستقلين بدأت العديد من الوسائل الإعلامية تطلق توصيفات مختلفة للمجلس حيث ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن التشكيل الجديد يتكون من 14 فصيلا مسلحا وتزامن ظهوره مع خطة المبعوث الدولي ديمستورا والتي تقضي بوقف القتال على جبهة حلب بسم الله الرحمن الرحيم نحن مجموعة من المجالس الثورية والثوار المستقلين في حلب نظرا لما تمر به الثورة السورية المباركة لكن المجلس أكد في وقت سابق لحلب اليوم على لسان أحد أعضائه كذب هذه الإدعاءات والتي تهدف تشويها صورة الثورة السورية العسكر يسعون أن توحد نحن واجبنا كناشطون أن توحد أيضا تفاجعنا بهذا الخبر الذي هو عالي عن الصحة بالشكل الكامل وأننا فيه نفيا قاطعا لأن الخبر يناقض نفسه عندما ذكروا أننا نحن فصائل مسلحة نحن نسنا فصائل مسلحة وإنما نحن ناشطون مستقلون ضمن كيانات ثورية كل مجلس في حي معين صلاح الدين بستان القصر وباقي الأحياء الأخرى كما عرضت قناة الميادين الموالية للنظام تقريرا وصفت به تشكيل المجلس كونه الواجهة التي ستحاور النظام وفق خطة المبعوث الأممي لتظهر على ما يبدو نوايا نظام الأسد في تضليل الرأي العام ومحاولة رسم وضع مختلف للثورة يوحي بضمحلالها خطة ديمستورا والتي طرحها على بشار الأسد وحكومته وقالت الأخيرة أن الخطة جديرة بالدراسة تقضي بوقف القتال الدائر في حلب لتكون نموذجا لباقي سوريا لأنه حسب وصف المبعوث الدولي لا أحد سينتصر في هذه الحرب إعلام النظام ومن يدور في فلكه يروج أن الثوار يحاصرون أيضا قرى شيعية في ريف حلب وهي نبول والزهراء وهو ما يكفي لإدانتهم وإجبارهم على وقف القتال ضد النظام الثوار في حلب يؤكدون مرارا وتكرانا أن أي مبادرات دون وقف النظام قصفه للمدنيين تكون أشبه بالمؤامرة خصوصا على حلب والتي يحاول ثوارها منذ سنتين التقدم وحماية المناطق التي حرارها سابقا ترجمة نانسي قنقر